مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفاً ويرعاها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وعلمه تأويله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وصلى الله وسلم وبارك على من أنزل عليه أحسن الحديث وعلمه الله سبحانه وتعالى تفسيره وتأويله ورضي الله عن آله وأنصاره وأهله وحزبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى يبلغ المرء في الدار الآخرة تأميله أيها الإخوة المسلمون نواصل حديثنا في قصة كليم الله موسى عليه السلام حيث إن موسى عليه السلام قد دبر الله تبارك وتعالى له أمره وهيأ له حاله وأعد له ما يبوئه المكانة العالية منذ أن حملت به أمه حتى وضعته ثم ذهب به إلى قصر فرعون ثم بعد هذا هيأ الله تعالى له أن يرجع إلى أمه وأن ترضعه وأن يعيش بين قصر فرعون وبين حجر أمه في بيتها حتى إذا شب عن الطوق واستوى على العود وبلغ أشده واستوى قال الله تعالى عن ذلك وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ قيل إن آتيناه حكما وعلما أي النبوة وكذلك نجزي المحسنين وربما آتيناه حكما وعلما أي فهما وعقلا ورشدا لأن موسى عليه السلام سيكون رسولا حينما يأتي يقضي عشر سنوات في مدينة عند الرجل الصالح الذي يتزوج من ابنته ثم يكون أجيرا عنده ثماني حجج أو عشر حجج ثم يقضي الأجل الأكمل والأوفى والأتم وهو أنه يقضي عشر سنوات في خدمة هذا الرجل وهذا يكون مهر هذه الفتاة ثم بعد ذلك كانت هذه كانت الرجعة إلى مصر بعد هذا لما أخذ بعض الغنم وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأليم كثو إني أنست نارا إلى آخر لأيته نالك ناداه الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكري فكانت هنا الرسالة أما قوله سبحانه وتعالى آتيناه حكما وعلما فربما كان الأولى أن يحمل على العقل والفهم الرشد والحصافة والنجابة والفطانة وهي أوصاف من أهم أوصاف أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله هنا لما بلغ موسى أشده وكان موسى عليه السلام له الحضوة وكان حضيا في قصر فرعون وله المكانة العظيمة والمنزلة المرموقة كان كلام موسى نافذا وكان مع هذا موسى يحسب على بني إسرائيل لأنه منهم وإن كان مرباه أو مرباه ومن شأه في قصر فرعون إلا أن أصله أنه من بني إسرائيل فلهذا هو يمت إليهم بالصلة وهو ينزع إليهم بالحنين لأنهم أصله وفصله وإليهم يحن قلبه لأنهم أهله وعشرته وقومه ومن هنا فإن موسى عليه السلام وقع معه أمر ما أدى إلى مقتل رجل من القبط من أهل مصر بغير قصد ولا عمد إلى ذلك قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلاني هذا من شيعة وهذا من عدوه دخل المدينة في وقت هدأت الرجل وانقطع الناس عن السير قيل كان هذا في وقت بين المغرب والعشاء وقيل كان ليلا وقيل إنه كان في وقت آخر المهم أن الأمر لم ينتشر ولم يشتهر أن موسى يمر في هذه الساعة فهو لما دخل المدينة في هذا الوقت وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان رجل من بني إسرائيل أي من شيعة موسى عليه السلام ورجل من القبط أو من أهل مصر فاستغاثه الذي من شيعته أي ناد الإسرائيلي على موسى أغفني استغاث بموسى عليه السلام وكان موسى عليه السلام قوي البنيان جدا فلما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني من أهل مصر أو من القبط آنذاك ذهب موسى عليه السلام حتى يفض الأمر بينهما فيبدو أن هذا الرجل القبطي يبدو أنه لم يكن يعني متساهلا أو متفاهما مع موسى عليه السلام فواكزه موسى أي ضربه بكفه أو بجمع يديه هكذا أي دفعه موسى هكذا وكان موسى قويا جلدا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام قال الله عز وجل في هذا الأمر فواكزه موسى فقضى عليه واضح أن الفاء هنا الفاءان أن الفاءين هما فاء التعقيب الفاء الأولى فواكزه بمجرد ما كلمه الرجل يبدو أنه استفز موسى عليه السلام واستغضبه فدفعه موسى فلما دفعه موسى كأن الرجل ينتظر الموت سبحان الله ولكل أجل كتاب ولا يتقدم أحد في موعد موته ولا يتأخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هنا فواكزه موسى فقضى عليه أي مات الرجل في الحال فندم موسى عليه السلام على ذلك الفعل لا سيما وأنه لم يقصد إلى قتل هذا الرجل وأن موسى عليه السلام كان معروفا بالفاهم والعقل وكان معروفا بحس الخلق بين الناس ولم يكن يشتهر أنه يقتل أو يؤذي أو يضر أو أنه جبار في الأرض أو كذا وكذا مع أنه تربى كما ذكرنا قبل ذلك في قصر فرعون لكن موسى عليه السلام حباب الله تعالى أخلاقا حسنة وأعرافا جيدة وبالتالي فإنه لم يقصد إلى هذا الرجل القبط ليقتله إنما وكزه أن يدفعه حتى يبتعد فخر الرجل صائقا ومات وذهب إلى حال سبيله فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان تأكد موسى عليه السلام أن هذا العمل لا يحبه الله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وهذا بالفعل من عمل الشيطان لأن الشيطان هو الذي ينزغ بين بني آدم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين وقال يوسف عليه السلام في آخر المطاف لما قدم يعقوب وبنوه إلى مصر وقال لهم موسى يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين قال بعد ذلك ورفع أبويه على العرش وخر له سجد وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أي ربنا سبحانه وتعالى وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذا هو الشاهد في هذه الآية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وفي أول السورة قال له والده يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ومن هنا فكلام موسى كلام صحيح محضن لأنه قال هذا من عمل الشيطان أي من آثر عمل الشيطان الشيطان الذي نزغ الشيطان الذي سول وأملأ الشيطان الذي أغرى هذا بذاك الشيطان الذي جعل هذا يضرب ذاك قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له استغفر موسى عليه السلام ربه سبحانه وتاب إليه وندم وأقلى عن هذا الأمر لا سيما وأنه لم يكن يقصد إلى هذه الفعلة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أنعم الله عليه بالتوبة وقبول هذه التوبة أنعم الله تعالى عليه بالقوة والصحة أنعم الله عليه بنعمة الهداية والصلاح والتقوى أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بالعقل ورجاحة العقل ونطج الفهم وساعة الفكر والأفق وبالتالي فإن موسى كان يشعر بقيمتها وقدر هذه النعم ولهذا قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال الله بعدها فأصبح في المدينة خائفا يترقب يعني لما قتل هذا القبط ولم يره يرى موسى أحد من الناس ولم يطلأ أحد على هذه القتلة أو هذه الفعلة سوى هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل مع كل هذا كان موسى يخاف أن يتربص أحد به فمكث موسى مدة وهو يخاف ويترقب يعني يلتفت يمينا وشمالا إذا مشى هنا أو هناك كل هذا خشية أن يغتاله أحد أو أن يمسه أحد بضر أو بسوء قال فدخل المدينة بعد هذا مرة أخرى وهو يمشي فيها والمدينة هنا هي مصر فهو يمشي مرة أخرى وجد هذا الرجل الإسرائيلي أيضا يحاول أن يدفع رجلا من القبط أو أن يفعل به شيئا من هذه الأمور فهنا قال الله سبحانه وتعالى لما قال موسى ربي ينعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه أي يستغيث به وينادي عليه أغفني يا موسى أدركني يا موسى فهذا الذي كان معه بالأمس يستصرخه هو الآن يستصرخ مرة أخرى والذي كان يستغيثه في اليوم في البارحة هو الذي يستغيثه اليوم فجاءه موسى عليه السلام وقال إنك لغوي مبين يعني أنت رجل غير مريح أنت رجل تحاول أن تصطنع الإشكال وتقع في الخطأ وتعتدي على الناس وأنت رجل لا تسلك أحسن المسالك قال له إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما هم موسى عليه السلام أن يضرب هذا القبط فظن الإسرائيلي لخذانه وقلة عقله وضعفه وأيضا عدم فهمه ظن أن موسى عليه السلام يريد أن يضربه هو فقال يا موسى هذا الإسرائيلي هو الذي يقول الذي نادى على موسى واستغاث به قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فكشف الأمر وأبان عنه مع أن الناس لم يسمعوا بهذا المقتل ولا بمقتل هذا القبط ولم يعرفوا من قتله هل هو موسى أو غيره فلما قال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين هذا حال الرجل الذي استغاث بموسى وهذا يدل على قلة عقله وعلى سذجته فإنه حتى لو أن موسى عليه السلام قال له إنك لغوي مبين يعني صاحب مشاكل يعني أنت رجل تحاول كل يوم أن تقع في مشكلة وأنت تعمد إلى الخلاف وأنت تفسد بينك وبين الناس فلما قال له إنك لغوي مبين كان ينبغي أن ينتظر ماذا يفعل موسى لكنه خيل إليه أن موسى سيضربه وأن موسى سيعتدي عليه وأن موسى ربما وكزه مرة كما وكز الرجل بالأمس فقتله فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين هنا تلقف القبطي هذه الكلمة ثم ذهب بها وطار على جناح الطير والسرعة إلى قصر فلعون فأخبر القوم بالخبر وقص عليهم الأمر فتيقنوا أنهم لا بد أن يقتلوا موسى عليه السلام وأن ينتقموا من موسى وأن يأخذوا بثائر هذا القبطي الذي قتل بالأمس وكان السبب في هذا هو هذا الرجل الإسرائيلي الأحمق الذي ظن أن موسى سيضربه أو ربما سيكون له بالمرصاد مع أنه هو الذي نادى على موسى وهو الذي استغاث لموسى ثم لما علم الملأ من فرعون ونمى الخبر إلى قصر فرعون أن موسى قتل بالأمس قبطية بدأوا يدبرون له الأمر وبالفعل أرسل فرعون الرجال يبحثون عنه هنا وهناك لولا أن الله تعالى قيض من يأخذ بيد موسى ومن يدله على الفرار حتى يذهب إلى أهل مدينة بعيدة وأن يذهب وأن يخرج من مصر حتى يحفظ نفسه ويصهون حياته ويحمي يعني قواه من أن يقع به الأذى أو السوء أو أن يحبسه فرعون أو أن يلم به بأي نوع من أنواع الأذى ولحديثنا تتمة إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر